الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث يوم القيامة أحبتي الكرام هأندى أطل عليكم من خلال قناة مباركة هي قناة أنفاس بريس سنحاول في هذه الحلقات المباركات الرمضانية أن نلامس الجوانب الإيجابية في حياتنا أن نفهم الصيام الحقيقي الذي أمرنا الله به أن نحصل المعنى الحقيقي للصيام الذي قال فيه الله عز وجل لعلكم تتقون المقصد الغاية الهدف من الصيام هي التقوى لعن الله تعالى يتقبل صومنا سنحاول في هذه الحلقة المباركة أن نتناول موضوعا عبارة عن وصايا غالية عالية أقدمها لكم أحبتي لعلنا نصم رمضان كما يرتضيه الله تعالى الوصية الأولى التوبة والإنابة إلى الله تعالى قال المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إذن التوبة الإقبال على الله تعالى قبل رمضان حتى تكون العزيمة قوية حتى نقبل على رمضان ونحن طيب الأنفس مقبلين على رمضان بأريحية بإقبال بهي يرضاه الله عز وجل ويرتضيه الوصية الثانية شكر نعمة بلوغ رمضان فكم من الأموات في قبورهم يترجون ويتمنون لو يعودوا للدنيا كما قال من قيم إن الموت لا يتمنون لو يعودون إلى الدنيا ويصومون يوما واحدا يتقربون فيه إلى الله عز وجل فنحن نحمد الله تعالى أن بارك في عمرنا ولذي كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين الوصية الثالثة تعلم أحكام الصيام فرمضان له أحكام له مبطلات له وجبات له مستحبات له مكرهات فلابد المصائمي أن يتعلم ذلك أصبحت هناك قنوات متخصصة في هذا الجانب كذلك في الإنترنت وكذلك هناك المجالس العلمية المحلية المغربية يمكن لإنسان أن يتصل بها ويتعلم أحكام الصيام الوصية الرابعة العزم والهمة العالية الغالية رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقبل يقول للصحابة لقد أضلكم وفي رواية لقد أهلكم شهر عظيم فيه تفتح أبواب الجنان وفيه تصفض أبواب النيران وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وإن لله عتقاء من النار الوصية الخامسة أيام معدودات أخي الكريم فرمضان هو عبارة عن 29 يوما أو 30 يوما في الشهر تمر بسرعة والعمر ينقص دوما والسيئات تزيد وكلما راح يوم منها فليس يعود نستقبل الأيام الأولى فنسمع بأن الأيام الثانية قد دخلت والأيام الثالثة قد أوشكت على الرحيم فنتأسف ونتحصر فالجد الجد أحبة الكرام في التعامل مع أيام رمضان المعدودات الوصية السادسة استلهام المواعظ والعبر من الصيام نستحضر أننا في شهر الصيام جوعة عدشة ويوم القيامة أحر ويوم القيامة أعظم كما قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ولذلك يوجد باب في الجنة يسمى باب الريان يدخله الصائمون جزاء وفقا هالجزاء الإحسان إن الإحسان فالله تعالى يجاجي الصائمين على ذاك المجهود الذي يبدونه خاصة أننا نصوم في السنوات الآخرة رمضان في الحر الشديد فتكون ويكون الأجر مضاعفا عند الله تعالى نسأل الله تعالى القبول الوصية السابعة تعاهد قراءة القرآن أحبة الكرام رمضان شهر القرآن كان السنف الصالح يتفرغون لكتاب الله تعالى فيه أنزل القرآن وفيه ليلة مباركة هي ليلة القدر الوصية الثامنة الإكثار من ذكر الله تعالى الاستغفار قال النبي عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فارجة ومن كل ذيق مخرجة ورزقه من حيث ولا يحتسب خاصة ونحن نعيش في ظل جائحة نخرت جسد العالم الجميع يشتكي من هذه الجائحة التي جائحة كورونا فندعو الله تعالى ونستغفره لعل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء كما قال نبي الله تعالى في كتاب الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الوصية التاسعة الأخيرة الحذر من الذنوب الكثير من الناس يستاهلون بالمعاصي والذنوب في شهر رمضان مثلا يمارس القمار الفواحش الاكتار من مشاهدة المسلسلات التي لا تفيده فرمضان أحبة الكرام هو محطة إيمانية روحية المسلسل قد يعاد بعد رمضان الفيلم قد يعاد بعد رمضان مشاهدة المباراية بكثرة قد يعاد بعد رمضان ولكن أحبة الكرام رمضان قد لا تدركه في السنة المقبلة أسأل العلي القدير أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا رمضان غير الفاقدين ولا مفقودين ربي اغفر وارحم وجد وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت لا عز لاكرم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر